وزارة التربية والتعليم ومحافظة القاهرة زيارة إلى مدرسة الزيتون الثانوية التجارية العسكرية وألقى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور معربا عن سعادته بتوجده وسط أبنائه من طلائع مصر لخلق أجيال جديدة قادرة على العطاء ودافع عجلة البناء والتنمية والتطوير